جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من معالجة وصول قوارب الهجرة غير الشرعية الصغيرة إحدى أولوياته الرئيسية على أمل أن تحفز خطواته الصارمة بشأن الهجرة غير الشرعية البريطانيين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل وزير الهجرة البريطاني روبرت جانريك قال إن الحكومة البريطانية تعمل على إنشاء أماكن إقامة أساسية في القواعد العسكرية للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة فضلا عن أنها تدرس أيضا إمكانية إيوائهم في سفن وردا على انتقادات عنيفة من بعض الأصوات المعارضة للعدد المتزايد من المهاجرين الذين يقيمون في الفنادق قال جانريك إن الحكومة تفمضي قدما في خطط لتوفير سكن أساسي على نطاق واسع في المواقع العسكرية في جنوب شرق وشرق إنجلترا عبر توفير الإقامة للألاف من طالب اللجوء في ثكنات معاد استخدامها وكبائن متنقلة خطوة وضع المهاجرين في ثكنات عسكرية تعرضت للانتقادات من جماعات حقوقية لعدم توفير سكن لائق فيما أثار وزير الخارجية البريطاني جيمس كلافري مخاوف بشأن استخدام قاعدة في دائرته الانتخابية وتدرس الحكومة البريطانية إمكانية استخدام السفن كما كان إقامة للمهاجرين أسوة باستخدام سكوتلندا سفينة سياحية مستأجرة راسية لاستضافة العائلات الأوكرانية في جلاسيكو الأمر الذي قوبل بانتقاد شديد من الحزب الوطني السكوتلندي الذي قال إن القوارب كانت تستخدم هناك فقط كإجراء مؤقت نشطاء بريطانيون انتقدوا مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي أصدرته حكومة سوناك لمحاولة منع المهربين قلب المهاجرين إلى شواطئ بريطانيا فيما قال مجلس أوروبا إنه يتعارض مع التزامات لندن الدولية